يعني خالد أنا عايز برضا أسألك في النقطة دي لأن الكابتن محسن قال كلام مهم جدا ولكن أنا كنت لسه أسأله عن إيه أنت نفسك بقى كابتن محسن ده كان في هم الأيام المدير الفني بتاعك فجأة بقيتوا قاعدين على ترابيزة واحدة بتتخذوا في قرارات مهمة جدا أنت خدت الموضوع ده إزاي يا خالد يعني بصت للموضوع إزاي وتعاملت مع الترابيزة إزاي طبعا هو موضوع كبير أنت دخلتنا في نقطة صعبة جدا يعني يعني أنا لما دخلت النادي الأهلي كنت داخل على الأكاديميات بزبط واشتغلت في الأكاديميات سنتين محمد الله حق أنا حاجات كويسة واشتغلنا على الأكاديميات بشكل كويس وبعدين وأنا في الأكاديمية يعني جالي ترشيح أن أنا أبا موجود في لجنة التخطيط كان ساعتها شيخ طاس معين طبعا كابتن زكريا ناصف وكنت أنا اشتغلت شوية شوية كنت ما بين الأكاديمية وبين اللجنة طبعا يعني أنت في اللجنة المطلخ تعلمت حاجات كتيرة جدا ووقيت قريبا من كابتن الخطيب طبعا بشوف هو بيفكر الزياد طبعا كانت مدرسة كبيرة بالنسبة لي إن أنت قاعد مع كابتن حمود الخطيب والشيخ طه اسماعيل وكابتن زكريا فأنا قاعد في اللجنة يعني كنت أنا تقريبا يعني أجيال إيه مختلفة أجيال مختلفة فكنت ما تعلمت حاجة كتير قوي تعلمت يعني تعلمت أول حاجة أن أنا مفعش أمش من غير روالة أوكي ده أول حاجة أول حاجة أول حاجة مفعش أي حاجة بتحصل من غير مكون كاتب كل حاجة بتحصل وحصلت عشان تبقى معك كل حاجة متسجل يعني لا تعلمت خط خبرات كتيرة جدا بعدين بقى دخل الشيخ طه مشي وجاء الكاتب المعسن طبعا أنا يعني علاقتي بيه كانت كبيرة جدا وهو شخصية يعني واحد من الناس اللي جاي في التوقيت بالنسبة لي أنا وأنا في الإسماعيلي كانت توقيت صعبة جدا جدا يعني وإحنا تقريبا يا فرق كانت ضربة زي يقولوا كده غنص جامل جدا جاي فوقنا وكانت معسن من أحسن مدربين يتعاملوا مع اللعبة ويأخذ منهم كل حاجة وهو وأنت أنت تبقى عارف أنه يعني بموتك في التقليل بس مبسوط بس أنت مبسوط إحنا كنا بتحلع كانت نفسس إحنا ما نخلصش تمرين صح وكانت وأنت بتلعب كمان مبسوط من اللعبة فهو كان يعني إزاي رجع لان جات فترة كرة إسماعيلي بتدت تروح وإحنا كنا موودين وكنا نجيل كويس جدا ورجع رجعنا تاني للكرة إسماعيلي وقربنا تاني من بعض وبتدينا نلعب يعني إحنا بقولك كل التقسيمة كان الدنيا بتمطر علينا وش عزين نمشي وش عزين نمشي فطبعا ومع المنتخب بعد كده كمان ومع المنتخب بس بقى ده كل ده جزء والجزء اللي تعليمتوا منه كمان على الترابيزة لأ موضوع تاني كانت محسن إداري قوي جدا لا لا جدا وبعد ذلك كانت محسن أنت يعني أنا بشوفته بقى في حالات كتير قوية طبعا يعني حاجات طبعا يعني تعليمت طبعا كتير